عاد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى القاهرة بعد زيارة مثمرة قام بها إلى العاصمة التونسية على رأس وفدن رفيع المستوى ضم عددا من المسؤولين من الوزراء والمسؤولين كان رئيس الوزراء ونظيرته التونسية نجلاء بودن قد ترأس أعمل الدورة السابع عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين كما شارك بصحبة رئيسة الحكومة التونسية في افتتاح المنتدى الاقتصادي المشترك وشهدت الزيارة كذلك توقيع عدد من الوثائق لتعزيز أطول التعاون الثنائي بين البلدين في إطار زيارته إلى العاصمة التونسية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية نجلاء بودن يترأسان اجتماعات الدورة السابعة عشر للجنة العليا المشتركة بين البلدين حيث أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على دعم مصر الكامل للشقيقة تونس قيادة وحكومة وشعبا في كل خطوتها نحو تحقيق التنمية والاستقرار وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة التونسية أكد رئيس الوزراء على استمرار كافة العلاقات الثقافية وأن يكون عام 2022-2023 عام التعاون الاقتصادي بين البلدين وأكد على أنه قد تم الاتفاق على وجود آلية قوية لمتابعة الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين فقد اتفقنا سويا على أن يكون عام 2022-2023 هو عام التعاون الاقتصادي المصري التونسي بكل ما يتضمن ذلك من أنشطة ومشروعات تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين بلدين كما ستوفر دورية عقد منتدى التعاون الاقتصادي المشترك بين رجال الأعمال من البلدين آلية فعالة للتوافق على مجالات التعاون المختلفة وإزالة أي معوقات تؤثر على حركة التجارة والاستثمار وكذلك دعونا إلى تطوير التعاون في مجالات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات ومشاركة قطاع الخاص معنا في تدشين خط ملاحي منتظم بين مصر وتونس وعلى الصعيد السياسي أكد رئيس النزراء أن موقف تونس له صدى كبير لدى مصر في ملف صد النهضة والعديد من الملفات الهامة التي تهم البلدين ومن جانبها أكدت السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية على موقف مصر الداعم لتونس في العديد من المجالات وضرورة مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة وأعربت عن تطلعها لتعزيز مستويات التعاون وأشارت إلى أن اللقاءات السنائية بين الجانبين أصمرت عن الرغبة الحقيقية في تفعيل التعاون بشكل يرقى إلى مستوى الشراكة الحقيقية أكدنا كذلك على أهمية الدور الذي يصلع به القطاع الخاص في المجال الاقتصادي والاستثماري والذي نعاول على أن يكون قاطرة دفع باتجاه تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وخلق مواطن شغل في البلدين من خلال توسيع وتنويع مجالات التعاون والانفتاح على قطاعات واحدة ومستقبلية وعلى هامش اجتماع اللقنة العليا المصرية التونسية المشتركة شهد رئيس وزراء مصر وتونس العديد من توقيع بورتكولات التعاون ومزكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة منها الإسكان والتجارة وتنمية الصادرات ومجال الزراعة والتعليم العالي والبحث العلمي وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأرصاد القوية والمناخ والنقل والتعاون الدولي وفي ختام زيارته لتونس أعرب رئيس الوزراء عن كل الدعم لتونس في مسارها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي ونقل الخبرة المصرية لها في تطبيق البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي والمالي لجنة العلياء المصرية التونسية المشتركة أصبحت مظلة لتحقيق الأمال والطموحات بين البلدين بين واقع مقبول ومستقبل مأمول يصعى لتحقيقه على أرض الواقع قيادة وحكومة وشعبا بالتعاون مع رجال يتعاونون ويعملون من أجل رفعة وطنهم رغم كل التحديات التي يمر بها العالم أجمع من العاصمة التونسية تونس أحمد أبو الحسن التلفزيون المصري